من الصفحات التي تفبرك لصالح الرئيس التركي رجب طيب إردوان إلى الصفحات التي تفبرك ضده وخبر مرفق بصورة لرئيس التونسي قيس سعيد وهو يطالع أسفارا أثرية من التوراة مع تعليق يقول عرفت ليه الطائرات العسكرية التركية بتنزل تونس محملة بالسلاح والإرهاب ومنها إلى ليبيا قيس سعيد يقول يهد تونس مواطنون متساوون في الحقوق والوجبات مع بقية التونسيين طبعا فكرين عصام الأريان الإخواني لما طالب بعودة اليهود لمصر قبل أن أفند الخبر لابد أن أقول نعم اليهود وغيرهم من أصحاب دينات الأخرى مواطنون يحظون بكامل الحقوق في تونس وأرجو أن يكون الوضع كذلك في باقي الدول العربية أما بخصوص الصورة فلا علاقة لها بتركيا ولا بليبيا فلقد التقطت في شهر مارس الماضي عندما زار الرئيس التونسي قيس سعيد حارت اليهود بجزيرة جربة وتبادل أطراف الحديث مع عدد من ممثلي الطائفة اليهودية ومجموعة من سكان الحارة ترجمة نانسي قنقر